ورجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الاستراحة ودلوقتي مع الفقرة الطبية طبعا دايما في مهرات عظيمة بنهتم جدا باننا نعمل ألز الأكلات ونستمتع اكيد بالأكل اللي ناكله وطبعا ان الأكل ده مايأثرش علينا ويوصلنا لي سمنا او انه يزود وزننا او يسبب اكتئاب لقدر الله او في ناس بتتأثر جدا نفسيا بالموضوع ده وبيدي عدم ثقة في النفس وطبعا ده لان كل البنات والستات عارفين انه لو حد فينا زاد كيلو واحد بس بيزعل جدا وبيتأثر وخصوصا لو حد قاله الكومنت دي يعني لو حد شافه بيبدأ كده نفسيته شوية تتأثر الى حدا ما طيب ازاي بقى نحافظ على جسمنا وازاي ما نتحرمش برضو من الأكل اللي احنا بنحبه نكله بطريقة كويسة هو ده اللي هنعرفه النهاردة مع ضفتي اللي شرفتني ونورتني في الستوديو دكتور دينا ابو سعود المستشار والطب اللي شركة بايو ناتشرالز نورتيني وشرفتيني يدودي بنورك يا عزيزي اللي نهاردة عميه ميكس في الألوان عبي يدوز ايه روح قلبي انا بحب البلاك هدويت ومعنديش منع ارجع للزمن الجميل يعني انا عايشوني فيها بقى كويسة جدا طيب تطلعين قدام ولا ترجعين وراء نرجع وراء احسن ومش عشان العمر والله يعني عايزي تسبتوني على عمري انا راضية بس يعني رجعوني البلاك هدو ونخس ايوه ونخس معيك كانت سيدات شوفي زمان كانت شياكة اه طبعا وكانت قنيقة وكانت جميلة وكان الاكل بيتعامل على مستوى فاخر جدا وبتعمل كل اصناف الاكل حقيقي اه يعني تحسي كده فيه اختلاف على الرغم ان احنا تقدمنا طبعا ما نكرش ان التقدم ده اكيد كان في صالحنا حاجات كتير جدا لان اصبح بقى فيه بروديكس ومنتجات باقت يعني الى حد ما متاحة وبأسعار كويسة ان احنا نقدر نتعايش ونتعامل معها تفيدنا صح اه فكرة بقى ان احنا نستخدم بروديكس نخس بيها امنة ما بتأثرش على المخ ما بتأثرش على اعضاء جسمنا او اجهزة جسمنا دي حاجة مهمة بتنقص ناس كتير وخصوصا الاعمار الصغيرة اللي كان صعب ان احنا نديهم حاجة زي كده فقولنا بقى الروديكس تكلمين عنه النهارد مهمة قوي ان اقول لكل الناس ان السمنة لها مخاطر كبيرة جدا السمنة وزي ما قلت يا عظيمة في المقدمة لما منتخن كيل واحد بنتأثر ولو حد قالنا كومنت انت تخنتي انتخنانا شوية طيب خليني اقول لك الاول ازاي نعرف احنا تخنى اوكي حلو ده ممكن نكون احنا عمالين نفرد او مش حسين مش حسين وشباصين عن المرأة مش حسين صح اولا طبعا هتكلم على البادي ماس اندكس ازاي نعرف احنا اوووووويت او مش اووووويت كل اللي بتفرج علينا يعمل المعادلة الوزن بتاعي سي الوزن مثلا 65-70 75-80 على مربع طولي بالمتر ومش بالسانتي يعني لو طولي مثلا 160 يبقى 1.6 في 1.6 لو طولي 170 1.7 في 1.7 الرقم اللي هيطلع نقسمه بقى الوزن على مربع طولي بالمتر الرقم اللي طلع لو فوق 25 يعني هو المفروض الطبيعي من 20 ل 25 في بقى ارقام بيقولوهن ده كترة التغذية احنا بقى نفهم احنا فين من دول بالزبط ايوه فوق 30 بقى فوق 30 بقى بقى اوفرويت يعني ممكن اقول ايه مقلبزين شوية ايوه مش خطر قوي على الصحة بس واكلين محشي واكلين الكرومب الحلو بتاعك بس نخلص الحل كلها على فكرة نأكل محشي نأكل محشي نأكل احنا عايزينه ولكن نقنن الكميات وهكلم ازاي هقنن الكميات بعد ما بشرح من 35 ل40 انا خلاص دخلت في سمنة من فوق ال40 انا في سمنة مفرطة سمنة مفرطة يعني بسميه حاجة قاتلة سمنة قاتلة اللي هو من بعد الاربعين طيب في حاجات تانية نقدر نحسب بيها احنا زيادة في الوزن او لا اكيد اللبس يعني كل خمسة كيلو عندي مقاس زيادة الخواتم اللغت اكتر حاجة بتبان عندي لما بتخلي كلنا على فكرة بالزبط كل الحاجات دي بتديكي انتي زيادتي في الوزن طيب انا عايزين نخس بقى ايوة وعايزين نأكل المحشي وكل حاجة بقى أقل ما تحلمش لان الناس بتزيها قوي موضوع الحرمان ده من غير ما حس ان انا عايزة اكمل وحد غصبني ان انا ماكملش مروروش بقى تقولون ان نجيب مش عارفة بزر اللي مش عارف ايه ونخط عليه اللي مش عارف ايه اللي بسعره بقى اد ايه دلوقتي شكرا في الناس مش هتقدر تعمل المعادلة الصعبة الاقتصادية دي بالزبط طب هنعمل ايه يا عظيمة شركة بايو ناتشرلز عندها كورس تخصيص آمن فعال مكوناته طبيعية طبعا بايوبيستا مرخص من وزارة الصحة المصرية ومع بايوبيستا اللي بيساعدني على انقص الوزن انا شافة الكورس على الشاشة عندي القلب مالتي فيت مهمة قوي مدام انا هاخد منتج آمن هيخسسني وهيخليني اقل الشهية بتاعتي وبالتالي اقل الكمية الاكل اللي بدخلها لازم ااخد قلب مالتي فيت لازم ااخد مالتي فيت مكمل غزائي طبعا لازم ليه عشان اعوض الفيتامينات اللي ممكن تنقص عندي خلي بالك اللي بيعمل ضايت واللي مش بيعمل ضايت عنده نقص في الفيتامينات كلنا يدينا خلص ده بقى يعني بقيت حاجة من ضروريات الحياة طبعا طبعا محدش فينا لا بياكل كمية الاكل اللي هي فيها كل نسبة الفيتامين صح ولا كل اصناف الفكهة اللي ممكن تتعدد من 4-6 انواع في الطبق الواحد في اليوم الواحد صح صعب مبقى لاش نقدر نعمل ده فخلينا فعلا نقول انه بقى أصبح ضرورة للأطفال وللكبار صح ومش كل الفكهة على فكرة ما بتتخنش يعني ناس تقول لك انا عايش على الفكهة وبتخن عايش على عينة بمسلم ولا عايش على عينة بتقول لك انا بتخن ايو لو بيعلني سكر جيدا في ناس ما تقدرش اه طبعا وبتخن كل ما بتخلي انبوت سكر الزيادة بتحول لدهون هي ممكن يبقى بديل للفطار يا دينا يعني لو خدت الثلاث تمرات اللي سبع تمرات بديل الفطار مع مثلا الكبات لما نخلي الدسم يبقى دفطاري لكن ما خدش ده وافطار بقى بيد وجيبنا وبيد حبيبك ايوة طيب اله هكينا بقى على بيستا ايوة بيستا ازاي بيخليني اخس وكل العمل الحقيقي اللي استخدموا القرص مبسوطين جدا من النتيجة سواء ستات سواء رجالة اطفال كمان شباب اه جات لي من ام كده عندها طفل وقاركي انا كنت اساسه وانا بطلبه انا مكنتش واثقة انه هيعمل حاجة بس قلت بصي انا هجرب عشان ده ابني وانا خايفة بذات النساره حلو فالنه هو عام هل ما عملش قديني بجرب بس الحقيقة الحقيقة كل اللي بيستخدموه اه الحمد لله مبسوطين جدا 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 بيستا دخلوا ايه المكونات اللي بتساعد على انقاص الوزن رقم واحد ألياف كل ده كتلة التغذية يقولك عايزين تخسوا اخدوا الياف صحيح وبيكتبوا ده في المينيو بتاعة الاكل طبعا طبعا الالياف اللي داخل بيستا الشوفان الامح قشور السليم هاي طب الالياف دي هتشتغل ازاي لازم لما انا باخد بيستا اخده على كوباية مياه كبيرة المياه هنا عامل مهم عشان يفعل المضمون اللي احنا نوصله صح هو على طول المياه مهمة في اي حاجة في الحياة عشان يعملي بلك في معدتي اه بالزبط لان هو الالياف دي بتمتص المياه وبتعمل البلك اللي قلت عليه فبالتالي باخده قبل الاكل كيس واحد او ساشة واحد طبعا طعمه عصير للطفاح مش حس ان انا باخد حاجة دواء ولا حاجة طعمه جميل طعمه حلو على كوباية مياه كبيرة مش مياه قد كده لأ مياه قد كده بدوب كويس قوي قعد دوب كويس قوي قبل الاكل بنصي ساعة لما ايجي ابدأ اكل مش هحس ان انا فين الاكل فين اعرف اندي عندي نفس قوة الشراهة اللي انا منتظرها من غير مآخر هو عامل مساعد كويس جدا طبعا رائع ودخله كمان طبعا فيتامين سي فيتامين سي مش بس مناعة مش بس تعزيز امتصاص الحديد طبعا تعزيز انتاج الكولاجين لدراسات اثبتت ان فيتامين سي بيساعد على حرق الدهون كمان كويس جدا فداخل كمان بيستا فيتامين سي ودخله الكروميوم الكروميوم رائع لزابط مستوى السكر في الدم وزابط مستوى الكوليسترول في الدم يبدأ اول منتج من الكورس بتاع شركة بيوناتشرلز بيستا هاخد ساشط او اتنين قبل الاكل بنص ساعة طبعا هنتكلم عن طريق الارقام اللي ظهر على الشاشة عشان الدكاترة اللي موجودة تتابع الحالة بنفسه كويس جدا تاني منتج عنتي قلب مالتي فيت زي ما انا قلت هاخس مش عايزة بقى وشي يبوز مش عايزة هالات سود اصحى مش عايزة يبان علي التأثير بتاع الضايت عايزة خس ولاقي وشي في نظارة وحس ان انا عندي طاقة كويس ده مهم قوي قصة الطاقة طيب هعمل ده ازاي ان انا هاخد قرس واحد بس في اليوم من قلب مالتي فيت بعد الفطار او بعد الغداء ما اخدوش بالليل كويس لانه بيدعم الطاقة لانه دخله كل عارف فيتامين بي هاي ففايتامين بي يعني تمثيل غذائي يعني طاقة يعني اعصاب يعني ترتيب للبشرة يعني صحة نفسية كويسة كمان للناس اللي مش بتحب الحقن يا دين اعم في ناس عشان تأخذي انتي مجموعة فيتامين بي كاملة بالزات بي 12 لازم يبقى عن طريق انزكشن يعني تأخذيه عن طريق الحقن فيه ناس مش بتحب ده وفيه ناس بتتأثر صحيا بسبب انها ما بتحبش الحقن ما بتاخدوش سهو موجود اهو بقى في ارس واحد والمجموعة كلها كمان كوبالمين فيتامين بي 12 موجود دي حاجة هيلة انا بصراحة دي اكتر حاجة يعني اسعادتني في المنتج ده بجد والله هو والاول خضرة وفايتامين ده الكوبالمين كمان موجود في اللحوم يعني دي لو حد عايز يسألها الكوبالمين موجود فين في اللحم طيب عندي كمان الفوليك أسد الفوليك أسد مهم قوي 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 مش بس للحوامل ولا في مرحلة اول ثلاث شهور مهم نينا عموما ناس كتير مش عارفة ان الفوليك أسد مهم لدعم كرات الدم الحمر فمهم جدا لدعم دمنا الفوليك أسد عندي كمان داخل قلب مولتي فيت البيوتين من احد عائلة فيتامين بي البيوتين مهم قوي للشعر انت بتلاقي فيتامين من لبيوتين للشعر صحيح عشان شعر مقاش وشعر يتقل ويبقى فيه العمعان ويبقى فيه حيوية وصحة البيوتين داخل قلب مولتي فيت ممكن اقول كمان غير فيتامين بي عندي اهم مضادة اكسادة في العالم فيتامين اي طبعا فيتامين اي مهم جدا يمكن ساعة بنخفل عنه ساعات كتير يدينا بس وانسا هو موجود جوه القرص حاجة كويسة طبعا لان احنا جسمنا بتعرض للأكسادة بشرتنا كل يوم بتعرض للأكسادة شعرنا بتعرض للأكسادة بنتعرض للأكسادة مغير من نحس فالأكسادة يعني التهابات عالية في الجسم فاحنا عايزين نقلل ونحجم قصة الأكسادة دي ان احنا ناخد مضادة أكسادة صحيح فأهم مضادة أكسادة في العالم هو فيتامين اي وبيعمل على عدم أكسادة دوون الضرة والدوون الضرة الليما بتتأكسادة بتحول إليه كوليسترول فعايز اقول ان حتى القرص نفسه مناسب لأصحاب أمراض الكوليسترول ما عنديش مشكلة هاير جدا طيب مع اي الكورس ما عايب اقولنا اللي مع الكورس القهوة الخضرة كمان عايزين نتكلم عنه ايب انا قلت البيستا أيوة وقلب مالتي فيت طيب احنا الناس عندها مشكلة في الحرق ستات اقول لك ما بحرقش خالص اتعامل كمان مع الكورس القهوة الخضرة القهوة الخضرة أولا مضادة أكسادة رائع ثانيا بيعمل على حرق الدهون احنا ما بناخدش منه غير قرص واحد في اليوم بكتير قرصين ما نكترش من القهوة الخضرة طيب هيطلع كمان ايه مع الكورس الهدية فيتامين دال كويس فيتامين دال بيطلع هدية مع الكورس فيتامين دال اعتقد اكتر مننا من 80% مننا لو حل الفيتامين دال وانا منهم شخصيا هلاقي فيه ناس فيتامين دال ما ينفعش باي حال من الاحوال ينزل عن معدل 20 كويس من 20 ل 50 ل 60 فانا احنا في المتوسط يعني نحافظ على وجوده بالزبط طبعا الناس اللي عندها نقص جامد قوي بياخدوا جرعات مكسفة جدا تحت الشراف الطبيب لكن عندي الهدية دي اقدر ناخدها من غير تحليل لان الجرعة فيها جرعة وقائية 2021 يعني جرعة وقائية مش الجرعات الكبيرة اللي تخوفني من فيتامين دال طب خلينا ناخد التقرير او نشوف الحالة اللي معانا تجربتها ايه مع بيستا ونرجع انا استكمل يدودي بقية الكورس يلا بيلا احكي لنا قصتك مع بيستا وازاي ساعدتك تخص اسمي براهيم محمد امام عندي 27 سنة كان وزني 125 كيلو ودلوقتي بقيت 85 قبل ما اخص كنت تبعني من حاجات كتير من ضمنها ان انا ما كنتش باع فالبس كويس كنتش عارف بامارس الرياضة اللي انا بحبها اللي هي الكورة كان عندي صعوبة في طلع السلم كان عندي صعوبة في مظهر العام قدام الناس الحياة ما كانش فيها اي حاجة محروم منها وانا بستخدم بيستا بالعكس انا كنت باكل كل اللي انا عايزه بس بكميات قلالة بعد ما استخدمت بيستا بصراحة الموضوع اختلف معي جدا كنت بستخدم بيستا قبل الاكل بنص ساعة يوميا ما كانش عندي اي مشكلة مع الجوع لانه ما كانش بيحسسني ان انا جعان خالص لغير ان طعمه كان حلو جدا كان بتطعم التفاح لكني بالزبط كنت بشرة وعصير بعد ما خسيت بصراحة الموضوع اختلف معي ما بقيتش عندي اي معاناة في اي حاجة ولا في اللبس ولا في الحركة بعمل اللي انا عايزه وباكل اللي انا عايزه الحياة بحب انصح الناس ان هما يستخدموا بيستا حالة جميلة من حالات الرجال كمان وهو شاب واضح ان ما شفته قبل حستش قوي الفرق بس لما شفته بعد حست ان اصبح فيه فرق فعلا فدي حاجة جميلة ثقافة جميلة خلينا نكمل بقي الكورس بعد ما تكلمنا عن البا مالتي فيت وعن بيستا قلنا كمان القهوة الخضرة عشان تدعم الحر الحر وطبعا القهوة الخضرة انت اوكسيدنت يعني مضاد للأكسادة من الدرجة الاولى يعني رائع بس تتبقى مع الكورس فعالة صح كده وفيتامين دال الهدية هيبقى فعال جدا لان فيتامين دال لو ناقص بندخل يعني احنا معانا النهاردة على الكورس الهدية فيتامين دال لكل اصدقائنا احنا كده ندعم كل الفيتامين اللي ناقصة في جسمنا بالزبط تمام طيب نستكمل بقى يعني عن الاصحاب الامراض المزمناتين يعني قولنا بكين الاول مش اي حد من اصحاب الامراض المزمناتين هيقدر ياخد اي برودكت ويجربه فكلمينا بقى دلوقتي عن البرودكت هو فعلا يصلح ليهم او لا يصلح اصحاب الامراض المزمنة يصلح ليهم الكورس لان الكورس مواد طبيعية عبارة عن الياف وفيتامين مفيش اي مشكلة بناخده من سن ايه؟ بناخده من سن تلاتاشر سنة بيبدأ يستخدموه بديه حالات اهي خاصة معنا بالزبط قبل وبعد كل العملة مبسوطة جدا جدا من نتيجة والردي كمان الشركة عاملة حاجة كويسة قوي عظيمة ان فيه فريق طبي بيتابع الحالة كل اسبوع ان الواحد ميتسبش الواحد لا 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 وبالذات مريض السمنة عايز دعم نفسي وتشجيع نفسي فدي حاجة كويسة قوي الشركة عاملها الحقيقة وكمان الشركة موفرة مندوبين في كل محافظات مصر مفيش اي مشكلة بنوصل لاي محافظة واحنا قريدي عندنا عملة في كل المحافظات بلا استثناء الكورس السعره رائع يعني اعتقد السعر مناسب لكل افراد المجتمع بلا استثناء موجود لكل محافظات موجود بنوصل لكل محافظات مصر والمتابعة بتبقى عن طريق الارقام اللي ظهر على الشاشة اللي هي شركة بايو بيستا بلاس ان احنا عندنا اكيد صفحة على الفيسبوك اسمها بايو بيستا اللي عايزين يستفصل على اي منتج عندنا اللي عايز يسأل على الاسعار اللي عايز يطلب الكورس من خلال صفحة بايو بيستا على الفيسبوك اه دي طبعا الصفحة بتاعتنا ودي ارقام شركة بايو بيستا برجع اقول بيستا مرخص موزات الصحة المصرية وقلب مالتي بيت مرخص من نهاية سلامة الغذاء المنتجات بتاعت شركة بايو ناتشرا الامنة فعالة منتجات طبيعية والكواليتي بتاعت الحاجة عالية جدا الحمد لله طيب عايز اسألك بقى في بعض الساعات كده نغلط اخطاء يقول لك ايه الاخطاء دي بسبب بتسبب دايما فشل الدايت او الرجين ما تقول انك كده 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 ادينا في الحاجات الصغنان المستخبية انا هصحى منهم مفطرش ده 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 رقم واحد الفطار الصحي مش اي فطار ده اللي بيزبط لنا تمثيل غذاء اليوم كله انا مش هاكل حاجة في اليوم خالص ده مش صحي خالص لازم ناكل بروتينات لازم ناكل الياف فيتامينس نشويات ما فيش حاجة اسمها اقطع نشويات اطلاقها نشويات اتاخد بمقدار بسيط الدهون ما فيش حاجة اسمها اوقف دهون تماما ماخدش المخ عايز دهون جسمنا محتاج دهون صحية فده كل ده مهم ان انا انسى اشرب مية المية بتساعد جدا على حرق الدهون حد يقولي ايه بقى طب مية سخنة ولا سععة الناس بتقولك اصحى منهم اشرب مية دافية ولا سخنة ان ده يحرق الدهون المية السععة هي اللي بتخصص ليه المية السععة لما اصحى من النوم باخد كوبايتين مية مش سععة متلجة بس برده الجسم الانسان 37 حرارته 37 فلما المية بتبقى بردة بتخش على الجسم فالجسم لازم يستهلك سعرات حرارية يعادل معدل او يعادل حرارة المية فلما بستهلك السعرات الحرارية بتاعتي فالقردي ده بيساعد على حرق الدهون ده مهم موضوع قلة النوم قلة النوم مشكلة كبيرة ليه؟ لان لو انا نمت اقل من سبع ساعات في اليوم ده يعليلي اوتوماتيك الكورتزول في الجسم هيلغبط لي افراز الانسولين فالانسولين هو الهرمون اللي مسؤول عن تغزين الدهون الكورتزول وانس النوعيلي ده بيعليلي جدا الشراها بتاعتي فبياكل فبادخن فلازم انام على اقل تامن ساعات في اليوم اشرب مياه كويس الرياضة لو حد يقولي طب انا عندي توطر خلي بالك التوتر يتخن التوتر يتخن التوتر يعني كورتزول عالي طب انا عايزة اقل الهرموني كورتزول العدو الاول الكورتزول هو الرياضة الرياضة بتأثر تأثير مباشر وتقلل لي مستوى الكورتزول دايركت مرة واحدة مش لازم اقول رياضة ان انا اهري نفسي في الجسم اتمشى تلت ساعة مش مشكلة فالرياضة برضو والمشي دا مهم جدا دي الاعتقد نصيحة للناس النهاردة يريد كل الناس تمشي على الكلام اللي انا اقول تعالى قولنا الكورس ممكن ينزل وزن من المتوسط بتاعه يدينا متوسط ستة سبعة كيلو في الشهر دا اقل حاجة في ناس طبعا بالذات الناس الاوفر ويت قوي بينزلوا كتير جدا جدا وما اقدرش اقولك يعني هاخد كورس فكل الناس هتخص الكيلوهات دي لا انا عندي السن بيفرق عندي ستة ولا راجل عندي بيتحركوا ولا قاعدين فكل الحاجات دي بتأصل على النتيجة لكن اقل حاجة سبعة كيلو في الشهر ستك دا اقل حاجة وده طبعا معدل حلو قوي يعني في طبعا ناس بتخص فوق العشرة كيلو فوق الاثناشر كيلو في الشهر بس انا بقولك المينمم المينمم طيب قولنا الناس اللي بتقولك ده ممكن يكون معدل قليل احنا عايزين ننزل معدل اكتر عايزين برضو نتكلم على الجزئية دي لان هي مش بالضرورة ان انا عشان انزل كتير اللي بينزل كتير ده بيبقى حاجة عالمة مش صحية ده خالص خطر اصلا اه ولينا بقى الجزئية دي مهمة النزول السريع هرجعوا اقطع هرجعوا دعف ده بيرجع بيبقى دعف وفيه ناس بتحرم نفسها من الاكل عشان تنزل مرة واحدة انا هنزل بتعب بارهاق بمشاكل صحية يعني ان انا انزل مرة واحدة دي دي ليها عليها مشاكل صحية مش هتكلم عنها لكن لازم انزل بالراحة انا بحب قوي المزول اللي بالراحة بيبقى صحي وبعدين انا بقول لك المنمم بتاع الكورس ده المنمم سبع كيلو فا اعتقد ده مش رقم قليل رقم كويس ده قل حاجة لأ الناس عندي فيه ناس بتوصل لحد 11 كيلو 11 و 12 كيلو في الشهر لكن انا بقول لك المنمم يعني كويس طب وكلمنا بقى اخر حاجة عن الكورس وقالنا نحصل عليه ازاي من خلال ارقام التليفون كورس شركة بايو ناتشرال اسمه كورس بيستا اللي احنا شايفينه على الشاشة عندي بيستا المسؤول عن انقاص الوزن بيتاخد ساشة او اتنين في اليوم على حسب الفريق الطبي اللي بيتابع الحالة هيقوله هياخده قديه عندي قلب مالتيفيد بيتاخد قرس واحد بس في اليوم بعد الفطار بساعة القهوة الخضرة دي بتساعد معدل الحرق وعندي بتطلع هدية من الشركة فيتامين دال مهم قوي فيتامين الحياة فيتامين دال وده بيطلع هدية من الشركة طب زي هنقدر نحصل على الكورس من خلال اللي طلب كورس بيستا دي ارقام شركة بايو ناتشرال الشركة موفرة مندوبين في كل محافظات مصر وعندنا كمان صفحة على الفيسبوك اسمها بايو بيستا نقدر نستفسر عن السعر نطلب الكورس من خلال الصفحة وبطمئ كل الناس ان الكورس امن ومرخص وسعره معقول جدا سعره في متناول الجميع بلا استثناء حبيبتي يا دودي تسلميني والله بشكرك اسمحولي طبعا ان انا اشكر دفتين اللي شرفتني ونورتني النهاردة دكتور دينا ابو سعود المستشار الطبي لشركة بايو ناتشرال نورتيني وصرفتيني لنونا وشكر حضراتكم كل اصدقائي كل متابعيني الكرام من خلال شاشة قناة الاهلي تحية وحب وتقدير لحضراتكم اتمنى من الله ولا يكتر على الله اشوفكم من هنا الحلقة جديدة على الفخير وصحة وسريدة وسلامة وسلام عليكم